السلام عليكم أخواتي كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير محبابيكم في قناة طبخ سمية لما بإذن الله جبت لكم واحد الوصفة أنا متأكدر إذا جربتوا هذه الوصفة ستعجبكم و ستعتمدوها و كذلك بالنسبة للأخوات اللي مكتصدقش معهم شي هذا فجربوا هذه الوصفة أكيد ستنجح معكم 100% فكيفما كتشوفو كتجيب هذا الشكل كتجي خفيفة قطنية كيجي الشكل ديالها كيفما كتشوفو رائع جدا جدا سنحضرها معكم بطريقة اللي هي سهلة جدا و مبسطة و كذلك بمكونات اللي هي مضبوطة فنتمنى أن الفيديو ديالي يوم من الإعجاب ديالكم و أنا متأكدة إذا جربتوها ستنال الإعجاب ديالكم و ستعتمدوها دائما فبالما انتوالكم نخليكم مع المقادير و طريقة التحضير سنبدأ بسم الله على بركة الله بالمكونات اللي سنحتاجها في الشهدات سنحتاجوا جوج حبات من البيض بالنسبة للبيض سنحتاجوا حبة كاملة و بيض البيض كذلك سنضعوه في العجين وبنسبة للصفر ديال البيضة سنضهنوا بها الشهدات سنحتاجوا كأس غير ممتلئ من السكر السكر حبيبات ما يعادل 100 جرام سنحتاجوا نصف كأس من الزيت زيت نباتية ما يعادل 80 مليلتر سنحتاجوا ماء الزهر سنوضع الكيمية الوحد ثلاثة فبنسبة لهذا ماء الزهر سنضعوها كمدق زوين و تكون رائعة في المدق سنحتاجوا كأس ونصف من الحليب بالنسبة لهذا الحليب سيكون دافئ بالنسبة لكيمية الكأس ونصف فما يعادل 220 مليلتر سنحتاجوا كذلك 1 ملعقة من خميرة الخبز الخميرة الفورية سنحتاجوا ساشي من الفانيلا بودرة الفانيلا يمكنكم كذلك تستعملوا السكر الفانيلا سنحتاجوا الخميرة الحلويات عندي ملعقة صغيرة من الخميرة الحلويات و سنحتاجوا للدقيق بالنسبة للدقيق سنحتاجوا الكمية من 500 حتى 550 جرام الدقيق و طبعا الدقيق يبقى على حسب النوعيه و كيف يتشربه للا كيف تشاهدوا هذه المكونات سنذهب الآن لطريقة التحضير لطريقة التحضير سنضع الكأس و نصف من الحليب كيف يمكنكم الحليب يكون دافئ سنضيف الخميرة ملعقة طعام سنضيف السكر و سنضيف هذا الدقيق سنضيف منه الكمية الكأس من الدقيق بهذا الشكل سنضيف و سنضيف هذا العناصر جيدا فهذه الطريقة نضمنه أن الخميرة تعطيناها كتفاعل وبهذه الطريقة سنضيف و سنضيف نضيف الخميرة و سنضيف و سنضيف الآن بعد أن تضيف نضيف و سنضيف نضيف 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 السورة السورة و سنضيف السورة و سنضيف و سنضيف ماء الزهر و سنضيف كمية الثلاثة و لا يفعل و سنضيف لكن سنضيف و سنضيف الزهر و سنضيف الزهر و سنضيف و سنضيف بيضة كاملة و بيضة و بالنسبة للصفر و سنضيف و سنضيف جزء و سنضيف و سنضيف إضافة الزهر لتجمع عجينة نضيف الكيميا الكافية الدقيق نضيف العجنة في هذه الطريقة العجن لأن العجنة تكون خفيفة نضيف العجنة مطاطية وخفيفة ونصف في اليد نضيف 550 غرام الدقيق نضيف 550 غرام الدقيق نضيف 550 غرام الدقيق نضيف زيت ونضيف العجنة ونضيف نضيف كيس بلاستيك ونجعلها ترتاح جانبا حتى يضعف الحجم ونضيف ثم نضيف العجنة نضيف الضعف الحجم فمن الضروري أن تجعلها تختمر جيدا حتى يضعف الحجم لكي تحصل على نتيجة لكي تكون مزيانة وكي تضمنوا أن الشهدة ستجدها كخفيفة وكي تجد مقطنة من الداخل سوف نضيف الضعف الحجم نضيف الضعف الحجم ونضيفها من الهواء ونضيفها بحركة فوق سطح العمل فنضيف نضيف حجم لا نكتر كمية لأنني لا أريد أن العجنة تشرب لها كالدقيق ونضيف حجم وغير القوام قام بالترنت كون السفر وإنها كلاronsة سوف نضيف الزيت فنضيف الزيت ونقسم المضيف كون العجين فنضيف نضيف الحجم فأنا نضيف حتى يستخدم الميزان لكي تستخدم الميزان وإنه بخطر وكيف ما كتلاحظوا بعد ما ساليت من تقسيم العجين فغادي ناخد هاكا واحد لطا اللي كتدخل فوند هنت ها أنا يا بالزبدة ورشيتها بالدقيق غادي نوضع فيها هاكا الكورات ديال العجين فغادي نحاولو نخليهم واحد شوية متباعدين لأنهم ما زال غادي يختامروا وغادي يضع في الحجم ديالهم وهنا يا كيف ما كتلاحظوا بعد ما استفت هاديك الكورات ديال العجين بهذا الشكل هذا فتبقى عندي بحال هاكا واحد شوية من العجين فبالنسبة اللي بغادي اللطا اكبر من هادي فغادي تجيه احسن أنا استعملت هادي اللطا فيها 28 سنتيم هاكا باش نعطيكم يعني المقادير مضبوطة وكذلك الحجم ديال العجين فهنتم هادي الكيمياء شطلي ديال العجين غادي نديرها هاكا بوحدها وغادي نوريكم كذلك بالنسبة الناس اللي بغاو يعمروها تشهده هادي بالشوكولاتة فقدروا بحال هاكا به الشكل هادا ومليكا تشكروا لكورة ديالكم كتبسطوهم وكتعمرو بشوكولاتة به الشكل هادا وكتبليوا تسدوها فأنا كنفضل هادي بحال هاكا سافي وغادي نغطي الان على الشهده ديالي وغادي نخلي هاكا تختامر هاد المرة ما ديشتاخد مدة طويلة فقط من خمستاش تلعشرين دقيقة لانها اختمرت في الاول جيدا ورجعوا نطلقا وابعد ما اختمرت كيفما كتشوفوا الشهده ديالنا ضعف الحجم ديال هاداك الكورة ديال العجين فكيفما كتلاحظوها ضعف الحجم ديالهم غادي ناخد الان ذاك اسفر بيضة غادي نضيف عليه بحال هاكا واحد الملعقة ملع حالي وغا نضيف عليه كدالي قطارات ميناء الخل باش كي حيدنا هاكا زفورية اللي كتكون في البيض وغادي نخلط هاد الخليج جيدا وغادي ندهن بيشتها ديالي وغادي نرشها بالقليل من الجنجلان او اللوز ايفيلي او اللي متوفر عندكم بهات الشكل هادا واندخلها الان للفرن بالنسبة للفرن كنكم سخناه من قبل على 180 درجة كنشعله في الاول فقط من الاسفل تكتب اللي بانها بدات كتتح مرعد كنشعلها من الفوق وانطلقا وباش نشوفو الشكل ديالها بعد ما نخرجوها من الفرن واتب نسبة لهاديك الحبة اللي بقات عندي هاكا فغادي ندهنها حتى هي وغادي ندخلها معها في نفس الوقت وها هي الشهدة ديالنا بعد ما طابت كيف ما كتشوفو بهات الشكل هادا فلاحظوا كيفاش يعني وضعنا الكورات هاكا صغيرين في اللطاء ولاحظوا كيفاش هاكا الحجم ديالها ضاعف اكتر من ثلاثة دلمرات فهذا كيعني بان الشهدة ديالنا ناجحة وغادي تجي من الداخل فارغة وغادي تجي خفيفة بزاف بزاف وصفة اللي هي رائعة حقا فنتمنى انكم تعتمدوها وتجربوها واكيد غادي تعجبكم فكيف ما كتشوفو هنا يا غادي تحيدوها غادي من كتكون بقا سخونة غادي تحيدوها من لطادي توضعوها فوق شيش بكا هاكا باش ما كتعرق لكمش وكتخليوها تكتبرد وكتقدموها بصحة وراحة تقدرو تزيدو الدهنها من الفوق بالعسل الدهنها بالنباج باش تعتوها هاكا لمعا من الفوق انا كتفيت بيها بحال هاكا نتمنى ان الوصفة دياليوم بين الاعجاب ديالكم انكم تجربوها كتجي خفيفة لاحظوا لاحظوا معايا كيفاش كتجيها كخفيفة مقطنة من الداخل فنتمنى ان الفيديو دياليوم يكون الاعجاب ديالكم وطبعا الى عجبكم فما تبخلوش ادية باللايكات ديالكم كتشجع منكم شجعوني باللايكات وبرتاجيوا فيديو مع الاصدقاء والاحباب وخلولي كذلك اراء ديالكم في التعاليق الاراء ديالكم اللي كتهمني بزاف وكذلك الوصفات اللي تقولوني نحضرها معكم ونطلقاوا في فيديو قادم مع وصفة اخرى دمتم في امان الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته شكرا للمشاهدة